اليوم في ناس يقول لك أهم شيء يتعلم أنا القرآن أهم شيء أحفظ القرآن في ناس يقول لك أهم شيء تحكونا عن الحجاب تحكونا عن ستر العورة حذروا من الغش بالبيع والشراء طيب هذا كله مطلوب بس مش الأولويات هذا النبي لما جاء إلى الصحابة جاء إلى قريش وجاء إلى قومه قال لهم بدي أول شيء تحفظ القرآن مش كانوا يأدون البنات في زمانه كانوا يشربون الخمر وكانوا يأكلون الربا النبي مكث في مكة قريب الثلاثة عشر عاما ماذا كان يعلم توحيد الله أغلب الأحكام نزلت وين الصيام والحج وغير ذلك بالمدينة نزلت أما بمكة توحيد 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 لأن هذا الأساس لأنه إذا التوحيد مش صحيح عند الشخص لا يقبل منه بعد ذلك ماذا يفعل إذن هذا أمر مهم جدا النبي ركز على هذا أن يعلم التوحيد وأن ينهاهم عن الكفر لأن النبي يعلم أنهم لو بقوا على كفرهم وتركوا وأد البنات وتركوا شرب الخمر وتركوا أكل الربا وتركوا الزنا وبيموتوا ويمروا أجهنم مع أنهم تركوا هذه الشغلات كلها بس إيش؟ ما تركوا عبادة الأصنام وظلوا يعبدون غير الله ظلوا على الكفر ما نفعهم الأمور الأخرى بينما انظروا للعكس لو اعتقد معنا الشهادتين ونطق بهما وزنى وشرب الخمر أكل الربا وفعل ما فعل من المعاصي لابد أن يدخل الجنة شفتوا قديش الشهادتين أهميتها لابد لو عمل معاصي مثل النجوم عدد ومات على التوحيد قد يسامح ربنا ويغفر له وما يعذبه بالمرة ودخلوا جنته وإذا عذبه ما بعذبه زي الكافر إلى ما لا نهاية بعذبه لمدة ثم يدخل الجنة إذن بالنهاية شو؟ نفعه التوحيد بينما تلك الأعمال صورها مع الكفر ما نفعته عشان هيك بيقولوا أهل العلم عبارة صحيحة شق في ناس بيقولوا عبارة فازدي عليها بيقولوا لا ينفع مع الكفر حسنا هذا صحيح لا ينفع مع الكفر طاعة لا ينفع مع الكفر حسنا مدامه كافر ولا بنتفع ولا بأي حسنة من الحسنات لأن الله لا يقبل منه لأن الله شرط لقبول الأعمال بعدين لو ذكرنا بلال بلال لماذا عذب؟ لأنه كان يصدق القول لأنه كان أمين لأنه كان ما بيسرق عشان هيك عذبوه عذبوه لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن عذبوا بلالا لأجل التوحيد لأجل أنه أسلم لأجل أنه ترك عبادة الأصنام وعبد الرب العالمين الذي لا يشبه شيئا من خلقه أمين